ترأس وزير العدل اجتماعا لممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر لضمان حماية حقوق الإنسان ورعايته بشكل عام ومكافحة الجريمة والاتجار بالبشر بشكل خاص كون هذه الجريمة تكتسب أهمية دولية لما لها من انعكاسات وتداعيات خطيرة من وزارة العدل ينضم إلينا مراسل المملكة حمزة النهار أهلا بك حمزة ما هي نتائج هذا الاجتماع وإذا كان هناك بيان معين أو تفاصيل معينة تم الاعتماد أو الاتفاق عليها نعم قد انتهى قبل قليل الاجتماع الذي نظمته وزارة العدل مع ممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المحلي ذات العلاقة بموضوع مكافحة الاتجار بالبشر يعني وزارة العدل تولي ملف حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر أبرز اهتمامها يعني نحن نذكر أن قانون أول قانون صدر الاتجار بالبشر كان عام 2009 وقامت وزارة العدل بتفريغ مديرية حقوق الإنسان التي تفرع عنها وحدة الاتجار بالبشر لحماية حقوق الإنسان والحديث أكثر عن مخرجات الاجتماع وملف مكافحة الاتجار بالبشر نضم إلينا معالي وزير العدل الدكتور بسامت تلهوني أهلا وسهلا بك معاليك لو تحدثنا بشكل أكبر عن مخرجات اجتماع الذي تم يقمته اليوم في وزارة العدل شكرا يعني قبل ما نبدأ بأهم ما نتج عنه الاجتماع نقول ليش هذا الاجتماع أولا هو من باب التشاركية نحن نؤمن إيمانا كبيرا بأن التشاركية مسألة مهمة جدا بالنسبة لنا كوزارة مع مؤسسات المجتمع المدني ومع المنظمات الدولية بشكل عام الواقع نحن نعلم بأن هذه الأهداف أهداف مشتركة تصب كلها في مصلحة الوطن وخصوصا أننا نتحدث عن موضوع هام جدا وهو موضوع مكافحة الاتجار بالبشر كجزء من الملف الأكبر وهو حقوق الإنسان استمعنا هذا اليوم وتناقشنا مع مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها مؤسسات شركة كما أسلفت قبل قليل كان هناك ملاحظات سمعناها بشكل عام فيما يتعلق بالتنفيذ والتطبيق وبعض المقترحات المتعلقة بالأنظمة والتعليمات واجبة التعديل كان هناك أيضا ملاحظات تتعلق في استعداد هذه المؤسسات المجتمع المدني وأنا كنت سعيد جدا الحقيقة أني أسمع هذا الاستعداد من مؤسسات شركة لمساعدة الحكومة في إبداء الرأي والمشورة والخبرة من خلال ما اطلعوا عليه من تطبيق ونماذج دولية وربما مجاورة في الدول العربية وأيضا كان هناك بعض المقترحات في تعديل النصوص القانونية والوزارة أيضا أطلعتهم على الإجراءات التي قامت بها بهذا الملف خلال الفترة الماضية معليك لو تحدثنا عن الفئة المستهدفة فيما يتعلق بموضوع مكافحة الإتجار والبشر شوف سيدي هذا قانون ونحن نعلم بأن القانون يطبق على الأردنيين الذين يتعرضوا لجريمة التجار والبشر أو من يقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية فيما يتعلق طبعا كان الحديث كثيرا عن فئة العمال وفئة خاصة العمال المنزلية وغيرها وكان هناك بعض الأمور التي كانت تحتاج إلى توضيح ربما تم التوضيح فيما يتعلق بوحدة مكافحة الإتجار والبشر هناك وحدة قد تم إنشاءها نتيجة تطبيقات القانون ونتيجة السياسات والإجراءات هذه الوحدة تستقبل الشكاوى من من يتعرض لجريمة الإتجار والبشر أيضا طريقة وآلية الإحالة للقضاء فيما يتعلق بجريمة الإتجار والبشر هناك استراتيجية بالمناسبة كمان قامت بها الوزارة بالاشتراك مع نفس مؤسسات المجتمع المدني ومنظمة الدولية فيما يتعلق بمكافحة الإتجار والبشر هذه الاستراتيجية فيها محاور كثيرة ومتعددة تتعلق في عملية آلية الدعم من يتعرض إلى جريمة الإتجار والبشر قانون المعدل الآن عدلنا قانون وقدمنا للبرلمان وسيتم إن شاء الله نظره في أول دورة عادية ستعقد من قبل البرلمان هذا القانون كمان تضمن نصوص جديدة ومعدلة لقانون المكافحة للتجار والبشر إذن هناك منظومة نعمل عليها بشكل كبير ومهم بهمنا المصلحة العلية مصلحة المواطن وأيضا بهمنا سمعة المملكة الأردنية الهاشمية في المحافل الدولية سيما وأن الأردن قد التزم باتفاقيات دولية ووقع عليها وصادق عليها ضمن هذا الملف نعم عليك لو تحدثنا عن حالة هذه القضايا إلى المحاكم هل سيتم النظر فيها من قبل قضاء مختصين؟ وما هي أهل يوجد آلية معينة للنظر بهذه القضايا؟ شكرا عملية التكييف لهذه القضايا كانت ضمن المحاور التي نوقشت على طاولة البحث اليوم كان هناك ملاحظات من قبل مؤسسات المجتمع المدني في أن بعض القضايا التي تقدم إلى القضاء من خلال مدرية الأمير العام وخلال الضابط العدلية قد لا تكيف في بعض الأحيان على أنها جريمة التجار بالبشر وأن هذا الموضوع يحتاج إلى ربما دورات تدريبية فيما يتعلق بهذه الجريمة وغيرها ونحن أكدنا بأن نحن نتعاون ونتفاعل بهذا الموضوع ربما في التعريف أكثر بعوامل وأركان جريمة التجار بالبشر يعني مثلا كان هناك ملحوظة أنه إذا فرضا في موضوع عاملات المنازل إذا العاملة سلمت جواز سفرها إلى ربة المنزل أو إلى صاحب العمل وكذا هل هذا يعتبر جريمة التجار بالبشر فالخط الذي يفصل بين وقوع الجريمة وعدم وقوع الجريمة هو خط بسيط ربما ورفيع وقلنا مثلا بأن عاملة المنزل إذا قدمت هذا الجواز بطوعها وسلمته بطوعها لصاحب العمل هذا لا يعاد جريمة لكن إذا تم أخذه عنوة مثلا قد يفسر ذلك وقد يكيف على أنه جريمة التجار بالبشر هذا الموضوع وغيره من المواضيع قد تحتاج إلى فعلا قضاء متخصص وخاصة أننا نتكدث عن مسألة بسيطة جدا في هذه الجريمة فما بالك في جرائم أخرى يعني بتتعلق في مسائل قد تقع على حرية الشخص وعلى حقه في أن يتنقل حقه في أن يأخذ رواتبه بالشكل الكامل يعني كنا منفتحين جدا تمام الانفتاح وعدناهم أيضا أن يكون هناك تنسيق مع وزارات أخرى ذات علاقة لأن وزارة العدل هي ربما صحيح اللجنة الوطنية لمكافحة التجارب البشر رأسها وزير العدل لكن هناك شركاء آخرين معنا في الحكومة وعدناهم أن نجلس وأن نناقش وكان هناك إشادة من قبل هذه المؤسسات بهذه الأدوار وبهذا اللقاء الذي تم هذا اليوم معالي وزير العدل دكتور بسامة تلهوني شكرا جزيلا لك نعم قادسية يعني الاجتماع اليوم يهتم بالمحافظة على حقوق الإنسان من خلال وحدة التجار البشر التي تعد جزء من وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل نعم من وزارة العدل مراتل المملكة حمزة نهار شكرا لك